اهلا بكم الى موجز اخبار الان حققت قوات سوريا الديمقراطية مزيدا من التقدم في الرقا معقل تنظيم داعش في سوريا بعد سيطرتها على حي البتان شرق المدينة بالرغم من المقاومة الشديدة لمسلح داعش وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فقد انطلقت قوات سوريا الديمقراطية الى حي لرميل المجاور فيما تمكنت هذه القوات من الدخول الى اطراف حي الروضة وذكر المرصد ان الشباكات عنيفة تدور بين الحيين ابلغ الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوترس مجلس الامن الدولي ان الوضع في العراق غير مستقر بالرغم من دخول القوات العراقية مدينة الموصل وانتزاعها من قبضة داعش واضح جوترس انه يجب اصلاح قطاع الامن على نحو شامل وفي الاجل الطويل لمواجهة التحديات وطالب امين وعمل امم المتحدة اعضاء مجلس الامن بالموافقة على تنديد بعثة الامم المتحدة في العراق لمدة عام جديد القت قوات الامن المصرية القبض على شاب حاول اقتحام كنيسة القدسين في الاسكندرية حاملا سكينا وذكر مصدر امني ان شاب يبلغ من العمر 24 عاما حاول اقتحام كنيسة القدسين وعندما استوقفه احد افراد الامن الاداري بالكنيسة طغنه في وجهه ورقبته متسببا له بجروح من جانبه اعلن بيان لوزارة الداخلية المصرية عن تمكن الاجهزة الامنية بمديرية ان الاسكندرية بالتعاون مع الامن الاداري بكنيسة القدسين من القبض على عبدالله عادل احمد حسن منفذ الهجوم قال مصدر امني مصري ان قوات الشرطة قتلت خمسة غناصر ارهابية مسلحة في تبادل لاطلاق النار في محافظة الاسماعيلية واضح المصدر ان القتل متورطون في تنفيذ عدد من الهجمات الارهابية بينما تجري عمليات فحصا لكشف انتماءاتهم ولفت الى انه تم ضبط عدد من الاسلحة بحوزة المسلحين افدى فلاكيون ان بداية الاسبوع ستكون شديدة الحرارة بسبب ظاهرة جمرة القيض التي تبدأ الاحاد المقبل في منطقة الشرق الاوسط جمرة القيض هي ظاهرة موسمية تشهدها الاجواء المناخية في السعودية ومناطق عربية اخرى مثل الكويت والعراق والليبيا والجزائر وهي المناطق الاكثر حرارة في العالم وخلال هذه الفترة تصل درجات الحرارة الى خمسين درجة مئوية في الظل وسبعين مئوية تحت اشعة الشمس احرزت الاسبانية جاربيني موغوروتسا لقب بطولة ويمبلدون الانجليزية بفوزها على الامريكية المخضرمة فينوس ويليامز وافدت فرانس بريس بان الاسبانية هزمت ويليامز بمجموعتين سبعة خمسة وستة صفر في المباراة النهائية وبتت موغوروتسا المصنف الربيعة عشر عالميا اول اسبانية تحرز لقب البطولة عام 94 تحرز لقب البطولة عام 4 إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر